موسيقى ثمن بابا الفاتيكان فرانسيس اليوم الأربعاء دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أعلاء مبادئ الحوار والتعاون بالعلاقات الدولية مهربا عن أطيب تمنياته له ولشعب الكويت بدوام السلام والرفاه جاء ذلك أثناء استقبال البابا بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد لسفير الكويت لدى الاتحاد السويسري المحال إلى الفاتيكان بدرلت نيب خلال لقائه السنوي التقليدي بسفراء الدول رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الفاتيكان أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن الرئيس عبدربو منصور هادي واثق خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مورتينغ رفث على تمديد فترة اتفاق الحديدة على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق لكنه أوضح في تصريحات أن الشرعية لم تتفق مع الانقلابيين على عقد أي مشاورات سياسية أو اقتصادية جديدة وأوضح اليماني أن الحكومة أكدت للمبعوث الخاص أن فشل جولة ستوك هولم في إحراز تقدم في الملف الاقتصادي سيجعلها تتخذ إجراءات لحل مشكلات مواطنيها التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومسؤولين آخرين بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا وفق ما جاء في بيان رسميا صادر عن المجلس وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق لتفقد القوات الأمريكية من غير أن يلتقي أي مسؤولين من المقرر أن يحتشد مناصر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم في الساحة الخضراء في الخرطوم فيما سميه مسيرة سلام السودان فيما دعا تجمع المهنيين إلى موكب يتجه للبرلمان والقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الحكومة وحل البرلمان وكانت أحزاب الحوار الوطني قد دعت إلى مسيرة وصفتها بأنها ستكون حاشدة في إطار دعم استقرار الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والعمل لدعم معالجات الأزمة الاقتصادية اشتركوا في القناة